السلام عليكم رحط الله وبركاته كيف الحال شباشة تكونوا بخير ورجعت لكم اليوم بحلقة جديدة بالحلقة لاننا اليوم حنشوف ادوار رهيبة جدا اللعبة بين بطل عالم ماغنوس كارسن ومتحدي بطل عالم ايان نيبوم لشي بطولة العالم حتصير بال2020 بدبي فحبيت انا قبل ما تبلش بطولة العالم انو جوب لكم ادوار تشويقية رحيني نجيب اخر اربع مباريات اللعبة بين الاثنين لانو اخر اربع مباريات هي يعني بتفرجينا انش كان يفكروا شو كانت فتاحياتهم واسلوب لعبهم فبناءا عليا رحيني نشوف الادوار اعطي توقعاتي وانا بدي اياكم نهاية هذا الفيديو تحكو لي ما انت تتوقع رح يفوز كارسن ولا نيبو بالمباراة الاولى كارسن كان ابيض ونبومنيشي كان اسود المباراة هي صارت ببطولة تاتا ستيل ماسترز بال2019 كارسن بلش بالD4 نات على الF6 C4G6 واللي معروف عن نيبو منشي انه عادة بيجي يعني بيلعب ضد الD4 لجرونفلد تمام هذا هو لجرونفلد انا شرح لجرونفلد بالقناة لو انت بتحط تعرف عنه اكتر رح تطلق رابط الفيديو بالوصف لكن كارسن ما حب بيفوت بأشكال لجرونفلد ولعب هذا الوضع F3 وهي بسموه الانتي جرونفلد انا ما بخليك تفوت بأشكال لجرونفلد بشكل عام لانه هون بعد D5 لو بدك تفوت يعني وتكمل بأفكار لجرونفلد انا باكل CD5 بعد NATXD5 بلعب E4 تمام وما في حصان تاكله على C3 بالجرونفلد العادي لو انا هون كملت بنات C3 هذا الوضع فبعد E4 انت ممكن تاكل حصاني بس بشكل F3 انا ما بمنعك من الجرونفلد لانه بعد E4 لما ترجع على الحصان بيكون عندي بيدقين بالوسط والابيض هون بيكون احسن بكتير فعشان هيك بعد F3 نيبوا لعب E6 E4 وراح لعب C5 وفات على شكل من أشكال البنوني D5 D6 نات على C3 بشب على G7 نات على E2 E6 D5 C6 وراح لعب B5 وراح لحاول انتشر شوي واخو مساحة على جناح الوزير A4 مانع B5 تبيض قصير وناعت على G3 وهي فكرة معروفة يعني تلعب بشكل عام ضد هذا الشكل يعني ضد البنوني لانه انا لعب G3 فاحصاني لازم يجي على G3 ومستقبلا ممكن يساعدني اذا بدي لعب H4 و H5 نات بي على D7 بشب على E2 وناعت E8 الفكرة من نات E8 انا اول شي بافتح للفيل ثاني شي بدي لعب F5 واعمل كوية لعب على جناح الملك بشب على F4 ووقت لعب هاي المباراة بشب F4 كانت نقلة بيسموها نوفلتي نوفلتي يعني اختراع جديد ما كان حدا قبله لاعب بشب F4 كارسون بهذا الوضع فكرته من بشب F4 انه هو بدي يجي Q2 ببيتي ممكن طويل ويلعب بشب F6 وفجأة يعني يكون هو اللي هاجم على جناح الملك علا بشب F4 ما تعتبر نقلة كثيرة منيحة بس فهمنا افكارها الايمن منيحة لانه انا رح العب F5 ولما اكل هيك فيلك ما رح يكون محمي لكن كارسون لعبه واكيد في شي بباله روك على البي 8 بدي العب بي 5 تبيض قصير و C4 C4 هدفه انه انا بدي حط حصاني على C5 بعد هيك حط حصاني على D3 فبهذا الوضع كارسون اكل بشب تك C4 و QB6 وبعد QB6 انا كاشو الملك ونقل الجي رح اكل على البي 2 فاجر روك F2 حامي ومغط على الكشة وكمل هون نيبو ببي شب D4 على هيك نيبو رح يكسب فرق لكن كارسون رح يكون عنده بيدق زيادة ولو انا اسألتك بهذا الوضع شو افضل قطع عند الاسود افضل قطع هي هذا البشوب الفيل ضارب باقي القطع كلها تسيئة فانا اخدت بيدق واخلصت من اقوى قطع عن خصمي اللي هي الفيل بيشوب دي فور كامل كوين دي تو نات اي فايف رجع بيشوب افوان لانه الفيل كان مطلوب اكل على الافتو اكل على الافتو اكل على الافتو كينك تيكس افتو هلا هذا الوضع متعادل انجينيا لكن ما نو متعادل ماتيريليا نيبو من شي يعتبر شوي افضل ماديا لكن قطعه ما نمنحة طلع عديش هالبيضق طعيف طلع عديش الاحصان والفيل ما نو نو كويسين فهي الاوضاع انا اللي بحب شوفه انا بحب لما شوف بطولة او شوف مستوى عالي ما شوف كله تكسير وما في اكشن بحب شوف شي مختلف واحد عم يحاول يعطي فرق ويعني يحاول يحاول يعمل شي ما يكمل الگيم بس تعالل ويكم ممل وهذا الشي لانه شايفه انه حيكون ببطولة العالم لانه نبوم نشي هادا ستايل اللعبه بحاس رح يكون في شي ببطولة العالم هاي رح تكون من امتع بطولات العالم اللي صارت بعد كينك تيكس اف تو الجيم كمل بشوف دي سابن بشوف على ال اي ثري بحاول ا اكتف البشوف تبعي اف فايف اكل على ال اف فايف واجه بشوف دي فور لانه كان مهادد فورك رجع نات اف سكس كينك جي وان روك سي ايت وروك اي ثري قدي اجي روك بي ثري وحاول اضغط على هالبيدق نات سي فور روك بي ثري بي فايف اكل على ال بي فايف واجه نات دي تو مهادد القلعة ومهادد البشوف عشان يعني اكل وبعدين اخدر اكل هيك زبدي يعني روك على ال بي فور اكل على ال اف وان وبي تكس اس اكس وهي نقلة انترستنج عملها كارسن انه هو ما اخد هيك ولا هيك بل هو اكل على ال اس اكس عشان يعمل جندي سالك لانه جنديين سالكين كتير خطيرين اكل على ال جي ثري وهون تخيل انه كارسن خسرا قلعة كاملة طيب بس لانه الفيل هذا اكتف ولما العب اسفن رح يكون محمي والجنود سالك رح تكون خطيرة هالوضع متعادل روك بي ايت اكل على ال بي ايت وهون اكل على ال افس اكس الاني بومنيش ما كان مضطر يعني انه يجي روك بي ايت بس لانه هالجندي سالك خطير فقال لك معلني خلينا نرجع له القطعة وبعد هيك نيجي هون وناخو البيدق بعد نادي وان هون اه اتعادلوا عرض احدهم التعادل واتعادلوا لانه الوضع متعادل بصراحة بعد ما تاكل هون انا رح حط حصاني على ال اي ثري هذا البيدق محمي الفيل هذا حامي هذا البيدق رح يجي كينغ افتو وطول ما انه الموضوع في اوبوسيت كالر بشوب فالوضع متعادل هلأ اللي كتير بيخلينا الجيم حلو انه ما كان جيم مليان سيمتري وتماثل وتكسيرات كان جيم كل حدا بيحاول انه يضحي او يعمل له شغلة ميني سار وبعد هيك يعني يعني الوضع لسه بيتم تعادل لكن ما بيكون فيه تماثل طيب فهذا كان الجيم الاول خلونا ننتقل له الجيم الثاني الجيم الثاني كان ملعوب ببطولة اسمه Grand Registure اللي صارت بكرواتيا نيبوم نيش هالمر كان ابيض ولعب اي فور سي فايف هلا هالجيم صراحة يعني لو شفتوا سلوب لعب كارسن يعني ما رح تصدقوا ديش كان اللعب خرافي من كارسن نات افثري نات سي سكس ونات سي ثري نيبوم ديشي بحاول انه يجنب اشكال لشفشنيكوف اي فايف وهذا بيشب على السي فور جي سكس دي ثري ات سكس ونيبوم ديشي واضح انه ابدا ابدا يعني ما فرق معه ولعب اتشفور وهيش اغلب صراحة انا بحترمه انه ما بتفرق معه عميل عبدال كارسن عميل عبدال واحد بالحارة على طول ماشي بالستايل تبعه الستايل الهجومي الستايل اللي انا دائما انا بديكون ضاغط وانت خليك عم يتدافع دي سكس بهذا الوضع اتش فايف شي فايف ونايت اتش تو انا بعمل نقلة برجع فيها لورا لكن عشان اتقدم بعد هيك الفكرة انه بهاي الستراكتشر كارسن سراعب ات سكس جي فايف اي فايف دي سكس سي فايف كل البالق على الخنات السوداء وهون يبومنيش يبلش يفكر ويتفكر شون انا ممكن استغل هذا الشي واستغل سيطرتي رهيبة جدا على الخنات البيضة بان يحط حصان على الخنات البيضة ممكن حصان يجي هون وحصان تاني يجي هون فاجه اتش دو عشان يحط حصان وهذا على الفون بعد هيك يحط على الاي 3 بعدها يمكن يجي على الدي 5 او على الاov5 ويتكون أحصاني قوية جدا بشبه على الجي 7 نات جي 4 اوكي يمكن هو ما حابب يجي من الافون فاجه من الجي فور عشان بعد هيك يجي على الاي 3 نات اي 7 نات اي 3 تبيه قصير وبشب دي 2 وكينغ اتش ايث هلأ في هالي الوضوع كارسون حلمه ان يلعب اف 5 طيب لانه اف 5 تفتح الوضوع وما بتخليك تحط حصان على اف 5 طيب بس اف 5 غير ممكنة لانه في بي شوب فزاح ملكوا على ال اتش ايث الاول بدوا يلعب اف 5 فمنعوا ولعب جي فور عشان اف 5 تكون ممنوعة وخانة ال اف 5 تكون من نصيبي واخدر حط حصان عليها روك على البي ايت افور ممنوع انك تلعب بي 5 وودي امنع كل الكاونتر اللي ممكن يصير على جناح الوزير نات دي فور بهذا الوضع نات دي فايف اكل على دي فايف واجه نات دي سكس الفكرة انه هو ممكن بدي حط حصان على ال اف 4 يعني كارسون لسه ميحرك الحصان تبعه اف 3 والهدف منه انه انا بحمي ال جي فور والجي فور والأي فور اكتر نات اف 4 وكوين بي ون لابهذا الوضع ممكن انك تاكل بس لا يفضل بصراحة لانه بعد تيكس الفيل هذا بصير كتر سفاح فحاليا بهذا الوضع الفيل هذا هو اسوأ فيل بالتاريخ لو اكلت رح يصير فيل سفاح فمهم انه انا اعرف انت اكسر وانت ما اكسر وهي شغلة انا حاكي عندنا بكورس الاستراتيجية ممكن انك انت تشيك علي لو انت ممكن تشيك على الكورس لو انت حاب تعرف اكثر عن الموضوع لكن ما بهمنا نات على الافور وكوين بي ون فكرة شوي غريبة يمكن هو بدي يحط وزيره على الاتو كوين بي ون نقل بصراحة يعني كتر غريبة كان الاحسن من كوين بي ون انه يعني يمكن يحط ملكه على الجي ثري امنه بس كوين بي ون ما واضحة الامور معه بشب على ال اي سكس كوين اي تو كوين دي سافن ورك على الجي ون بحاول يحمل جي فور ويمنع اي تضحيات ممكن تصر بدو يخلي جماح الملك المأمن كتر منيح بي سكس بشب على السي ثري عشان لو اكلت وبعد هيك ينكسر ونفوت بلاين تكسيري يعني فبشب تيكس دي فايف منع هاي التكسيره بشب تيكس دي فايف وإي سكس هلا اللي اكتر عجبني انا انه هون كارسن مثلا ما لعب خلط خلط نفترض ما لعب اي نقل عادي نفس روك جي ايت ما بدو يعطي المجال بانه يكسر هيك ويفوت بلاين تكسيري كارسن كان بدو يكسب وهي كمان شغلة كتر كويسة بشب تيكس دي فايف بشب تيكس دي فايف ولعب اي سكس عشان يلعب بي فايف بيفتح حمول للقلعة بشب دي تو كوين اي سابن روك اف وان بي فايف اي بي فايف اي بي فايف كينغ اف تو وهون بتيجي نقلة السي فور والهالف من السي فور لانه بكل بساطة أنا بديفتح حمول البي اكل هلا هو هون بشب تيكس افور يعني ما كان متحمل الضغط يعني كل شوي كارسن بيحاول يفتح 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 الوضع ولو انت هون اكلت بصراحة فما بعرف يعني اديش الوضع هذا ممكن يكون خطير لكن لكنه خطير بصراحة يعني يطلع اديش في اعملية مفتوحة والحصان هو نكتر قوي لو حاولت تتخلص منه فالفيل هذا بصير كتر قوي والوزير جاي عالطريه كمان فاللي صار بهذا الوضع انه اكل على الافور اي تيكس افور واجا روك على دي وان وعلى روك دي وان نقلة الجيم نقلة كتير خرافية بصراحة من كارسن ممكن احكي بعضها انه الوضع كانت اسليم يعني لهاي الدرجة يعني وضع شوف هالوضع لو بتعطيه لأي جران باستر يمكن يحكي لك الوضع متعادل لانه اوبوسيت كالور بيشوب والخلص يعني الوضع مغرق لكن كارسن لاب نقلة كتير خرافية بصراحة افف مع انه يعني هاي الخانم ممسوكة كتير منيح لكن افف هذا الوضع بتكسب ليش لانه هون انا بدي حاول اكل هيك وافتح حريك الوضع خلو نشوف شو في خيارات هلا هو هون اكل جي تيكس افف فراح نخليها للاخر لو اكلت انت ببيدق الاي فما شكله لطيف الوضع بعد بيشوب تشك مثلا او كوين هون طيب او كوين تشك ضغري ما ما نو كويس لا حليق نعني انه الوضع نيبهم نشي بدو يفوتو فا اي تيكس افف ما بتزبط لو انت حاولت تجاهلني فانا رح اكل هيك وبعد يك العب اثري يعني فرض انتجة كوين بيون بتحاول الدافع انا باكل بعد يك بلعب اثري والقلع رح تيجي هون اللي بيشوب رح يجي هون الوزير رح يجي هون هالوتر مفتح وراح يعمل لك مشاكل كتير كبيرة فاليصار انه هون اكل جي تيكس افف ونقلة كارسن الجاي كانت خرافية بصراحة جي فور والفكرة انه بس وزير يدخل عليك وعمور الجين فتح رح تعاني من مشاكل الهو هون مع أكل لانه لو اكل ف قعد اكمل نقل بدي افطرض هيك الوضع بيكون كتير سيء ولو جيت على اله coolest فممكن انه اكشك منهون وهاي حتكون مات فاليصار بهذا الوضع انه هو مع أكل ولعب دي فور والهدف منه انه انا بسكر على البيشوب مكمل هون كوين اتش فور كارسن كين اي تو وكوين اتش دو شاك روك افتو غطة جي تيكس اف ثري واستسلم هون نبهم نشي لانه ما عنده نقلات بصراحة لو بدك تاكل فبهذا الوضع ممكن انه انا اكشك من هون واكسب القلعة ولو هون انت اكلت او جيت مثل كينج اف وان هاي كشمات تقريبا ولو انت هون جيت على اليون ممكن اكشك من هون وهي حتكون كشمات فهيك يعني بيكون كارسن فاز بالجيم الثاني على نبهم نشي بالجيم الثالث كارسن هالمره كان ابيض ونبهم نشي كان اسود كارسن تصنيفه 2882 نبهم نشي تصنيفه 2774 هالمباراة اللعبت ببطول اسمه سانكفيلد كوب بتصير دائما كل سنة ويعني هاي السنة صارت وخلصت تقريبا قبل اكمل اسبوع كارسن بلش بالدي فور نعط على الاف سكس سي فور جي سكس نعط سي ثري ودي فائف طول ما انه اخر مرة الاف ثري لانتي جرينفلد هذا ما ازبط معه يعني لعبه تعادل ونبهم ليشي هو اللي عم يحاول كان يعمل شغلات يميني يصار فاجأ نات سي ثري هالمرة وفات باشكال جرونفلد الطبيعية دي فايف بهذا الوضع سي دي فايف نايت تيكس دي فايف ولعب اي فور بالفعل طارد نايت تيكس دي ثري بي تيكس دي ثري وبشوب على ال جي سابن والفكرة من جرونفلد اصلا انه انا بعطيك وسط لكن بضغط عليه بعدك بسي فايف نايت سي ساكس والوضع بيكون ممتاز وقبل ما نكمل منحب نشرب شفة قهوة ومنشكر امي على كاسف قهوة نكملها لهم كارسن بي كوين افورف جاك نايت على دي سابن مغطي نايت اب ثري وهل لهم بالفعل لعب سي فايف بضغط رهيب على خانة الدي فور الاب يطبع حاول انه يحمئد ما بيغدر ويثبت انه البيدقين هون مفيدين وانه رح يتموا بالوسط بيشوب على ال اي تو تبيه القصير من الطرفين وطول ما انه انا لاب يطبق قصير ممكن ايجي نايت بي سكس نايت بي سكس بك سابقت على الوزير بفتح المجال لها البيشوب كوين اي ثري اكل على الدي فور واجه بيشوب جي فور رابط النايت وبهذا الوضع الاسود عنده مشاكل بسيطة لمن مشاكل اسود انه الاب يطبع عنده الوسط فهو ما عنده كثير حرية وعشان يعني عشان يغضر يتعامل مع هادا الوسط لازم يضحي بشغلات معينة هلا حنشوف شو افضلي بعد بشوب جي فور انا مهدد انه ااكل هيك بعدين ااكل على الدي فور فهو اجرك على الدي وان حامي بشوب تيكس اف ثري بشوب تيكس اف ثري وبشوب تيكس دي فور فهذا الوضع اللي صار انه نبومني شي اعطاه ميزة الفيلين واكل على الدي فور هلا ايش شغلة خطيرة ليش؟ لانه الفيل هذا فيه المربوط الفيل هذا رح يصير فيه السفاح الفيل هذا ممكن يجعل ات سيكس في ضغط على ال ا7 وفي اعمدة مفتوحة فالوضع مانو كتير رهيب ونبقى مني شي لازم يكون دقيق بهذا الوضع بعد بشوب تيكس دي فور لعب كارسن اي فايف والفكرة انه انا فاتح للبيشوب ومانع اي فايف يعني هون لو انا اعطيتك وقت رح تلعب انت اي فايف والفيل رح يكون حامي الجنتي والجنتي رح يكون حامي الفيل والفيل رح يكون فيل كتير قوي فبهذا الوضع لعب هون اي فايف عشان يمنع اي فايف من الخصم يفتح للبيشوب طبعا بشوب تيكس هون غلط لانه باكل الوزير فكمل هون اعطيت سي فور مهدد الوزير كوين على البي فور مهدد الاحصان فاجاروك على السي اي اتحامي بشوب على اتسكس طالب القلعة اجاروه هون بشوب تيكس اون رك تيكس دي ايت رك تيكس دي ايت اخه قلعتين مقابل وزير لكن طلعوا ديش هون الفيلين الفيلين اقوياء جدا وبهذا الوضع عندك لك بصراحة حلوة ال اي فايف هون عليك ترطرب فال اي فايف ساقط ساقط فالك معلم طول ما انه خرباني خرباني خليني اعطي ال اي سيكس لكن بالمقابل ضعف جناح الملك وهي فكرة كتير حلوة لازم يكون عندك اياها انه انا لما شوف شي رايح ما هيك يعني اعطيها لخصمي بلاش بالمقابل اضعف لجناح الملك فاللي صار انه هون لعبنات اي فايف اكل على ال اف سبب مع تشك اكل بالنايت ورجع بشوب اي ثري الفكرة انه الفيل هون كان مطلوب فرجع بالفيل تبعه الخانتين هو الخانتين ممسوكات الابيض ما عنده باك يعني باك رانك بروبلمز فوضع تمام بشوب دي فور اكل على ال اي سبن عشان لما تاكل انت هون انا اكل هيك والامور تكون تمام اجد روك اي ايت كوين اي ثري لما تاكل انا ممكن اكل هيك خاني هي ممسوكة والامور كلها تسليمة بي سكس بشوب دي فايف رابط النايت روك سي فايف اكل على ال اي سبن مع تشك اكل على ال اي سبن مع تشك واجه كوين اي سكس الفكرة انه هاي الخانة بمسوكة والوضع سليم يعني بي فايف لعب اتش ثري بنفس للملك اكل على ال اي ثري واجه روك على ال اي فايف والوضع هذا متعادل كمل هلا الجيم شوي هيك وتعادله لو لاحظته بكل الجيمات ما كان فيه ما كان فيه انه وضع بكسر احصان بحصان وفيل بفيل كان فيه انا بعطيك قلعة بعطيك وزير مقابل قلعتين بدنا نحاول نعمل شي وعشان هيك عم قلكن احنا ب 2021 رحيني نشوف بطولة من اجمل بطولات العالم اللي صارت بالتاريخ لانه نبتمنش اللي عمي لعب هلا لش هنوضع تعادل على القلعة حامية بي فايف ما بتقدر انته كأبيض تعمل شي يعني هالبيجق ما ميدإس الضألك لانه الاقلون الملك ما بيقدر يعمل ش و والملك هالك ما بيقدر يعمل شي من اجمل انه اليها اكل ويسقط والبيجق بيسقط و هالبيجق بصرسلك و بعمله مشاكل والملك هذا مكشف يعني دائما بيكون في كشاكش لو حاولت تلعب بالقلعة الثانية فاتفقوا على التعادل خلونا نشوف الجيم الرابع والأخير هذا الجيم صار قبل أكم من يوم أو أبل أسبوع تقريبا أسبوعين تقريبا ببطولة نوروية تشس كارسون كان أبيض ولعب E4 E5 من نيبو نات F3 لا سي سكس بيشوا بي 5 الأسباني نات F6 تبيض قصير وراحوا لبرلين أكين انتو كلكم بستغربين أنه ليش البرلين ونيبو ما عمره لعب البرلين أنا عارف أنه نيبو ما ويمكن لعبه لكن ما بيلعب البرلين أبدا عادة بيلعب الفرنسي شفنا بالكاندددز لعب الفرنسي وبنوع يعني هيك بيلطش تلطيش بياخه شوي من هون شوي من هون فما عنده افتتاح معين لكن بيتم يمكس بس يعني ما معروف عنه أنه بيلعب البرلين هلأ هاي البطولة هي كانت بشهر تسعة يعني لا بالفترة اللي احنا فيها وبطولة العالم بعد أكم من شهر فما من مصلحته أنه يفرجي كارسن تحضيراته لأنه هيك بتحس أنه يعني خلص كارسن رح يكون عارف شو نيبو رح يلعب ورح يكونه محضر فكل حدا بيحاول أنه يخلي التحضيراته موجودة معه ليه بطولة العالم يعني فيمكن نيبو عم يحاول يشتتو عم يحاول يحكي له أنه هاشوف يمكن لعب لك البرلين ما منعرف نات دي سيكس هون طالب البشوب أكل على سي سيكس ودي تيكس اي فايف وهذا اللاين تقريبا أكتر لاين بيفوتوا في الناس بهاي الفترة يعني آخر عشرين سنة هذا أكتر وضع ممكن تشوفه بأذور شطرون أكتر وضع متكرر نات أفايف كسروا وزراء وهون الأسوار عنده لابل بونس لكنه عنده ميزة فيلين ملكه مخرب التبيت لكن أنت ما محتاجه تكون تبيت لأنه صار فيه تكسير وزراء الملك حلو أنه يكون بالسنتر كشو من الدي وان كينغ اي ايت نات سي ثري بشوب على الإي سيكس نات اي فايف ورجع بشوب سي ايت غريب انه انتهك ترجع بس كمان الحصار رح يضطر يرجع رح لعب أت سيكس ورح يضطر يرجع ما رح يكون حصان فعال اتش ثري بشوب اي سابن نات اثري يرجع لأنه الفيل كمطلوب اتش فايف نات على ال اي تو ممكن يحط حصانه على الجي ثري او على الدي فور نات اتش فور كسرون أحصان يلعب له جي ثري بشوب اي سابن كينغ جي تو بشوب اف فايف وهي يعني من الشغلات المهمة انه انته كأبيض بتحاول او كأسود بتحاول تضغط على ال سي تو سي ثري سي فايف بحاول أمسك خانة الدي فور من اللحصان بشوب اي ثري جي فايف اف ثري جي فور اي جناد اف فور بهذا الوضع اكلها الاف ثري مع تشك ولعب بي سكس وهون يعني الوضع كان تقريبا متعادل والجيم استمر اكم من نقلة لكن بعد هيك اه تعادله يعني الجيم ما كان في هذا شيء ابدا مميز اوكي هون كسروا في هذا ونهاية قلعة رجع كشو رجع رجع كشو 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 وتعادله هلا بعد يوم الجم دعبوا مباراة قبل اكمل يوم تعادلوا فيي لكن بالارماغادون كارسن فاث هلا هذا نظام مريد شوي يعني هو نظام الارماغادون بنور ويتشس لكن ما عليهم منه يعني يبلك فلسك تعادلوا وكمان هيك كان قيم وملي يعني ما كان قيم في شي فااااا هالوضاع كان تعادل لو انت هنا اكلت انا بنزل بالصف السابع فاخو احد البيضاقين هالوضاع يمكن اصلا يكون تعادل لكن حبوا يختصروا ويتعادلوا من بدري يعني فهي كانت الأربعة دور بتمنى تكونوا استمتعتوا فيهم كولي منح بتتوقعوا أنه يفوز ببطولة العالم هل هو كارسن أم نبومنشي هلأ أنا بصراحة بتوقع أنه كارسن هو يفوز لكن أنا مبسطة كثير أنه نبومنشي هولد أها لأنه بعرف أنه حتكون حماسية ومتوقع أنه نبومنشي يعمل شغله لكن لكن أنا بشوف أنه كارسن هو اللي رح يكسب لأنه مستوى كثير أعلى من نيبو وهالشي كان واضح بالأدوار اللي شفناها ما بعرف أنتوا عطوني رأيكم أنا بشوف كارسن هو اللي رح يكسب لكن نيبو رح يطلع منه كامات حلوة شكرا لك على مجاهدة بشوفكم إن شاء الله بالفيديوهات القادمة إلى اللقاء جميعا